وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضربية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 كما وافق المجلس بشكل نهائي على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية بمحطة الحاويات الثانية تحيى مصر واحد بميناء ضمياط جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ناقش خلالها عددا من الملفات المدرجة على جدول أعماله خلال الجلسة وافق المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضربية الموحد والصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 القانون بيمنع التهرب الضريب العابر للحدود وده قد يؤثر على تمويل الإرهاب لأن دي فلوس غير منضبطة قد تستغل فيه أعمال غير مشروعة إحنا ده بنؤدي التزامات دولية على الدولة المصرية واتفاقية دولة المصرية ملتزمة بيها وبالتالي واجب التعديل التشريعي وفي كلمة له أثناء مناقشة مشروع القانون أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مشروع القانون لا يمس المعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين مجيرا إلى أنه يأتي تنفيذا لالتزامات مصر الدولية خاصة وأن مصر على موعد خلال أيام لتقييم مجموعة القراناء بالمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية والذي يضم أكثر من 165 دولة على رأسها الدول الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين أود أن أؤكد على أن مشروع القانون يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول فقط بهدف مكافحة التهرب من الضرائد وإخفاء المتهربين لصرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول ولا يمس المعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة أو الأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم من جانبها أكدت الحكومة أن القانون مستوفي كافة الموافقات ومتفق مع الالتزامات الدولية كما يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع الدول المنضمة لتلك الاتفاقيات الدولية الضريبية تلا ذلك موافقة المجلس بشكل نهائي على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستغلال وصيانة وأعادة تسليم محطة الحاويات الثانية تحيا مصر واحد بميناء دمياط أنا أوافق لأن إدارة هذا المشروع ومواني مصر ومن أهمها ميناء دمياط من المواني الهمة جدا وأن يكون إدارتها وأن يكون التعديل في البنية الفوقية فيها والتنمية فيها شيء مهم جدا للدولة المصرية كذلك تمت الموافقة نهائيا على اتفاق انضمام الحكومة إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 592 لسنة 2022 كما أحال المجلس خلال الجلسة عددا من طلبات النواب إلى اللجان المختصة لتحديد موعد للمناقشة مع مراعاة ضم الطلبات ذات نفس الموضوع وأحال المجلس أيضا أربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لدراستها وأعدات تقارير بشأنها منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ومشروع قانون باعتماد الحساب الختمي لموازنة وزارة العدل إضافة إلى مشروعي قانونين بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطتي حاويات بميناء أي أدخيلة والعين السخنة ترجمة نانسي قنقر